قال وزير الخارجية المصري يسامح شكري أن الوضع في السودان خطير للغاية وقال أيضا أن هذا الخطر موجود طوال الوقت وفي مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية حذر شكري من أن الأوضاع بالسودان تتجه إلى مزيد من تدور وقال شكري أن مصر على اتصال بالأطراف السودانية وتجري مشاورات مع الأطراف المعنية بالأزمة وتسعى لفتح الباب أمام حوار بين الأطراف السودانية للحفاظ على وحدة السودان وحق ندماء الشعب السودانية